صار إضافة إلى الماين داي نيكولاس جاكسون وساديو ماني دقيقة صمت دقيقة صمت، لماذا؟ لا أعرف أفئة يا جماعة، يا الناس مالها ما هي؟ المهنية، رقم واحد في المهنية عندما تقول أننا نقوم بإطلاق صمت، يجب أن تقول السبب أو أنا أفهم غلط يجب أن تقول السبب حسنًا، لم تقلت السبب، ماذا؟ قلت الدقيقة صمت وسكت، يمكن أن تقفت دقيقة صمت، أنا لم أريد أن تتكلم الكاميرا جاءت على العلم المغرب، لم تفتكرت؟ دقيقة صمت، أيوة ليه؟ اعتبر أن هناك ناس ليس فهمة، اعتبر أن هناك ناس ليس عارفة يجب أن تقول ماذا؟ أنا لا أعرف ماذا؟ هذه الأشياء ليس طبيعية، هذه الأشياء ليس منطقية لا أحد يقول أن هذه الأشياء أصلاها صدف لا أعرف، أنا لا أريد أن أظن أيضا فأنا لا أريد أن أقول أن هناك تعمل لا، لا أريد أن أقول ذلك لكن أنا فقط أستغرب من المهنية أن المفروضة أن النهاردة أما يكون بزيع الكاميرا جاءت على حاجة زي دي أو بزيع خبر زي ده، أو بقول معلومة زي دي فريق كامل وقف دقيقة صمت لازم أقول السبب بتاع دقيقة الصمت عادي، يعني عادي أي دولة في العالم بيدعبوا منش الكورة وهيوقف دقيقة صمت عشان أشققنا في المملكة المغربية وأشققنا في ليبيا كمان طبيعي جدا أن الموزيع هيقول ديت صمت عشان اللي حصل في المملكة المغربية واللي حصل في ليبيا إنما مش ديت صمت وش مفيش فدي بالنسبة لي وقع غريبة جدا يعني بس المهم المخرج وجهه وقال له العالم هناك هو العالم هناك هو الحمد للنهاردة بعد صلاة الجمعة صلينا صلاة الغائب بتوجيه من الإمام صلينا صلاة الغائب على أشققنا في المملكة المغربية اللي راحوا ضحايا الزلزال وأشققنا كمان في ليبيا وربنا يا رب إن شاء الله يكون مع أهليهم ويصبرهم إن شاء الله تكون دي يعني حاجة ما تجيش غير كل مليون سنة وما تجيش تاني إن شاء الله بإذن الله وما نشوفش أبدا حاجة وحشة في أشققنا سواء في ليبيا أو في المملكة المغربية وأنا بالذات أنتوا عارفين علاقتي بالمغربة عاملة إزاي وحزني كان عامل إزاي وخصوصا إن أنا كمان تواجدت كنت موجود في المغرب في الوقت ده ربنا إن شاء الله يرحم الجميع وربنا نصبر الإهالي بإذن الله وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم